جرائم لا مبررة لها بالنسبة إلى الجمهورية هكذا قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حول ما فعله بوليس موريس بابون في 17 أكتوبر 1961 ضد متظاهرين جزائريين سلميين بعد 60 عاما يتوجه أول رئيس فرنسي إلى مكان المجزر لإحياء ما يصفه قصر الإليزي بذكر قتل متظاهرين جزائريين وفيما يبدو نصف اعترافه قال ماكرون إنه يقر بالوقائع وإن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة قائد شرطة باريس يومها مونيس بابون لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية الفرنسية وأقيمت المراسم على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه متظاهرون جزائريون قبل 60 عاما ماكرون وعلى خلاف سلف فرنسوا هولند الذي تحدث قبل 9 سنوات عن قمع دامي قال إن ما وقع تلك الليلة هو جرائم وقفا دقيقة صمت في المكان وبالنسبة لقصر الإليزي فإن فرنسا تنظر إلى تاريخها برمته بتبصر وتقر بالمسؤولية التي تم تحديدها بوضوح إقرار ينتظر الجزائريون أن يكون أكثر وضوحا واعترافا صريحا بهول الجرائم الاستمارية لا مجرد شعارات وأبعض من هذا الإحترام التام للدولة والأمة الجزائرية وتاريخها ترجمة نانسي قنقر